اشهد مع عليا سيد شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة بالنمو وتطور الحضاري المتسارع الذي حققته مملكة البحرين في المجالات كافة في ظل قيادتها الحكيمة مؤكدا على عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين التي تعود الى اكثر من مائة عام مضت حتى قبل قيام دولة باكستان وما شهدته من تبادل للزيارات منذ ذلك الوقت ونوها عباسي بنتائج الزيارة التي قام بها عاهل البلاد المفدة الى باكستان في عام 2014 متوجها بالشكر والتقدير لمملكة البحرين على توجهها لبناء كلية للتمريض في العاصمة الباكستانية اسلام باد كما نوها بمواقف مملكة البحرين التي تتلاقى مع جمهورية باكستان الاسلامية على صعيد دعم الجهود الدولية في مكافحة الارهاب جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة بمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق الى جمهورية باكستان الصديقة وفيما نقل الصالح خلال اللقاء تحية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر الى نظيره الباكستاني اكد ان العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة تشهد نموا وتطورا في جميع المجالات وخاصة المجالات التشريعية والاقتصادية والتجارية والثقافية مؤكدا على ان مملكة البحرين تتبنى الانفتاح الاقتصادية في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة كما ذكر الصالح ان البحرين وباكستان يربطهما مصير واحد وتشتركان في المصالح وتواجهان خطر الارهاب الذي اصبح يهدد امن واستقرار مختلف الدول العالم مشيدا بحكمة قيادتي البلدين في التعامل مع كل ما يشكل عائقا امام نمو وازدهار البلدين وخاصة وقفهما امام خطر الارهاب والعمل على تجفيف منابعه وتحصين المجتمع من مخاطره واثاره السلبية